ربما تحصل بعض الأزمات في العلاقات بين بعض الشعوب المرتبطة فيما بينها بروابط دعنا نقول ثقافية اقتصادية متينة لكن ربما هذه الأزمة التي تحصل تحدث نوع من التباعد ما بين الشعوب بأي طريقة في تقديركم سعادة السفير يمكن أن تساهم الدبلوماسية الثقافية في ربما إذابة هذه الأزمات يعني هو طبعا بتحدث أزماته خاصة أننا اليوم وبقالنا يمكن أكثر من عشر سنوات مع تطور الشديد في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك أحيانا حتى تنابض ما بين الأشخاص على هذه الوسائل ومع انتشار القناوات الفضائية بيحصل بعض التوترات وحصل يمكن بين مصر والمغرب في وقت من الأوقات مصر والمغرب أكيد في الفترات الأخيرة ده أنا بعزي إلى أنه بعض الإعلامين ليس لديهم مسؤولية يعني ولديهم حالة من الإنفلات يعني لا يصح أنه يكون كل ما يجي في بال المقدم فيقوله وأحيانا يكون خطأ يمكن في وسيلة منه لجمع جماهير أو مشاهدين حتى بعض الفنانين يعني وليس بعض الإعلاميين بعض الفنانين أحيان بيحدث سؤفة نعم إنما يعني أنا أعتقد أنه التواصل الثقافي المستمر وكل وإتاحة الفرصة لكل طرف لشرح وجهات نظره من الناحية الثقافية ورؤية كل دولة ورشاء الشعوب أهم حتى من الأنظمة وتروح وبتيجي وأحيانا تحدث أزمات بين دولتين ولكن العامل الرئيسي هو الثقافة التي بتربط بين هذه الشعوب يمكن كنا بنتكلم مع الدكتور قبل البرنامج على أنه بمصر والمغرب تحديدا أنه في فترة الستينات كان هناك تواصل شديد المغربة يعني يشاهدون الأفلام المصرية ويستمعون الأغاني المصرية ويقرؤون الكتب المصرية والتعليم حتى كان على القصة الكتب المصرية والكتاب المصرية حتى وإن كان هناك بعض التوترات في فترات الستينات ولكن هذا التواصل كان دائما موجود لم يحدث حالة من الفضوة وبالتالي أن استمرار ذلك واستمرار التبادل الثقافي ما بين الدول وخاصة في هذه الحالة نتكلم على مصر والمغرب هو ما يهدئ النفوس وإذا كان هناك حدث هنا عارض أو هنا الناس تستطيع أن تستوعب أن مقيلة ليس مقصود به الإساءة أو أن هذا الشخص هو الذي يسيء وليس كل الشعب المصري أو ليس كل الشعب المغرب فده مهم جدا استمرار التواصل وكل واحد يعني بيعرض بنشوف الدول شكلها إيه مصر عيشة إزاي المغرب عيشة إزاي أحد الأشياء يمكن أنا منذ وصولي هنا أن هناك صورة مغلوطة عن مصر في الأوقات الحالية وما يحدث فيها وده اللي أنا بحاول أوضحه يمكن في لقاءتي ولكن أعتقد أن غياب التواصل الثقافي والتراجع في الدراما المصرية والأفلام المصرية في السوق المغربية يمكن يكون قد أدى إلى هذه الصورة المغلوطة وبالتالي لم يبدأ يغزي هذا التراجع سعادة السفير؟ يعني طبعا جزء منه التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث وبالتالي حصل انفتاح أكتر على وخاصة مع الشباب اليوم مع الأعمال الأمريكية والفرنسية والتركية أن هذا دخلت بقوة وكان هناك مسندة للأعمال التركية لمنافسة الأعمال المصرية فيمكن ده دور والظروف التي مرت بها مصر في العشر سنوات الأخيرة فيمكن ده التراجع ده مهم جدا أنه يكون هناك جهد من الجانب المصري زي ما أنا بطالب الجانب المغربي أنه يكون هناك جهد لتوصيل الدراما والأفلام المغربية إلى مصر العكس صحيح يعني دور المصري تراجع في هذا المجال لابد من عودته لأنه هو ده اللي بيوضح أنا النهار ده ما بتفرج على فلن بقدر أعرف المجتمع المغربي شكله إيه أو المغربية ده يعكس يعكس بالزبط وبالتالي أعتقد أنه في وقت من الأوقات حتى المسلسلات المصرية كان بتعكس الواقع المصري وكان الشعب المغربي والشعب العربي كله عايش مع الواقع المصري وبالتالي مهم جدا أنه يكون هذا التبادل الثقافي موجود وهو ما يزيب أي خلاف وهو ما يوضح الصورة الحقيقية ولا يعطي الفرصة لأي شريدة هنا أو هناك لأن تخلق أزمة ترجمة نانسي قنقر